اليهودية في أوروبا هي عرقية هي إثنية هذا هو الفرق بيننا بين رؤيتنا كمشرقيين لليهود ورؤية الأوروبيين لليهود هم ينظرون إليهم كمكون عرقي قومي وأيضا مكون ديني لا ينفصلان نحن ننظر إليهم كمكون ديني خطاب العربي يقول لك أهلا وسهلا يعيشوا بيناتنا لا نقطة هذه غير الأهمية ناقشنا حول أحمد أنا وشخصيات بعض الشخصيات الأوروبية النمساوية منها وقال لي قلت له أنا أدرك هذه المسألة قال لي لك ماذا عن الملايين ماذا عن الآلاف الذين يأتون إلينا ولا يدركونها هنا تكمن المشكلة المشكلة أنه المشكلة المشكلة نغلينا المشكلة سياسية المشكلة سياسية مدام المشكلة موجودة بالشرق الأوسط اليوم ما في مجال ما في أمل أنك تقنع الملايين تفضلت لما يكون هناك في مبادرات سلام حقيقية الزامية لكافة أطراف الصراع ساعة الموضوع حيختلف وساعة الحوار حيختلف أما ما تقوم به ساكسونيا بصراحة أنا أكثر من من تهريج إعلامي وتهريج سياسي دا مش إعلامي دا قانون بغض المنصر عمل لك تهريج سياسي هذا صال قانون تهريج بدك تسميه سميه ولكن هذا ليس أكثر من تهريج لإنزام شريحة معينة من الناس على الاعتراف بشيء هذا ليس شيء قانوني أنا متأكد أنا لست خبير دستوري عشان ما أحكي شيء وتفلسف شيء ليس بمكاني لو حصل أحد الأشخاص على جنسية على سميه سال إن كان في النمسا أو في ألمانيا في ألمانيا على سميه ساكسونيا اللي هني أقروا المشروع القانون وراح يعترض أمام أحد المحاكم أو رفع قضية قطعا سيخسرها لأنه ليس شيء معمم هذا سيكون شيء تمييزي هذا القانون في حال تم إقراره حتى يعني حتى لو أقرته دولة مقاطعة ألمانية أنا بدي أعترف بكل الدول الأمم المتحدة المعترف فيها يا سيدي بشرعة حقوق الإنسان طب ليش أنا أعترف بهاي حسرا هاي عقدة النقص اللي عم بتحاول أوروبا هم بتحاول النمسا وألمانيا باعتبارهم قاموا بشيء معين بالمحارق اللي حصلت بالحرب العالمية الأولى والتانية هذا الشيء هم عم يحاولوا يعيدوا تبريره يعني بغض النظر بدأت واستمرت ووصلت لهذه كلمة المرحلة فالأصد أنه هذا الشيء بصراحة سياسة القفز إلى الأمام اللي عم تقوم فيها النمسا وغيرها هذا شيء غير قانوني الدستور اللي هم كتبوا والقانون اللي هم حطوا والمفوضية الأوروبية ومحكمة العد الأوروبية والدولية هذا الشيء اللي هم كتبوا مش أنا وإنت يا سادز أنت كذابت شيء فيه كنت موجود لما كتبوا لا أنا ولا أنت محدا كان موجود حتى من المستمعين لا أنا محدا كان كاتبوا فبالتالي هذا الشيء بيخالف الطريقة أنا لست ضد أي قانون يكون ضمن شرعة حقوق الإنسان ضمن شرعة القوانين المعمول فيها أما الشيء تمييزي هذا شيء تمييزي عنصر يا سيد الإسرائيليين نفسه ممكن يرفضوه الحقوقيين نفسه موجودين عندهم يقول لك ليش تعترف فيني وتعملي تمييز بعقد الاتفاق طبع الجنسية النمساوية وغير ما له موجود هذا تمييز يا سيد الكريم فيه نقطة تانية إذا كان لا يوجد اعتراض بإسرائيل ماذا هي عضو في الأمم المتحدة ترجمة نانسي قنقر